طيب خلينا نرجع شوية بالذكرة تاني برضو مع بعض ونفتكر استمار التمرد طبع تفتكر لين الناس كلهم مضوا عليها أو معظمهم يعني هقولك حاجة طبعا احنا مشكلتنا ومشكلة الناس عموما انها بتنسى بتنسى هو ايه فالناس بتفتكر المشاكل الكبيرة اما يقولك مثلا كان ساعتها فيه مشكلة بترول كنا عشان ندخل البنزينة انا فاكر وقتها والصور لسه موجودة على السوشال ميديا اننا لما عرفت تدخل البنزينة صورت مع الراجل جوه ان كان حلم انك تشوف الراجل اللي بيحط لك البنزين في العربية صح كانت الشارع بتبقى وقفة عشان البنزينات كان كبرى 15 ميو احنا هنا في تلفزيون كان كبرى 15 ميو فهو فيه حلم ان انت تعرف تعديل ان الشارع وقفة صح يعني ده كان انتك تعدي النيل من ناحية لناحية ده ده محتاجة كان محتاجة معجزة بس مش عشان كده بس نزل المصريين لان المصريين على مدار تاريخهم احنا شعب حمول بس حملنا حياة كتيرة جدا بس نزلوا لان هم شافوا ان بلاتهم بتتخطف منهم يعني هل ننسى اللحظة مثلا في احتفال اكتوبر الوحيد اللي حصل في احدهم لما خلوا اللي قاتلوا الرئيس السادات بطل حرب اكتوبر قوة الجيش المصري وحرب اكتوبر يجوا وعودوا هم في المنصة يحتافلوا من الصار اكتوبر يبتوها منين يعني الجبرو حتى التاريخ بتزيف وبتعملوا كده في اول سنة ومال لو كان بعد خمس سنين وعشر سنين كنا هنلاقي كنا هنقول يعني كان هغيروا الكتب يعني الناس ناسية انه كانوا البنات وهم ماشيين في الشارع فيه ناس بيوقفوهم يقولوا لهم احنا مش هنسبكو احنا هنعمللكو البسي مش عارف ايه وعمل ايه في الشارع ده حصل لناس انا عرفهم مش هكلي شخصي محدش حاجة هولي الناس ناسية الحالة الاخصاء اللي كان بتحصل مثلا للاخباط مش عاجبكو شوفولكو بلد تانية بلاش الاخباط ما كانش في حالة اخصاء حتى لينا احنا ان احنا دي بلدنا ولو مش عاجبك امش ما كانش في حالة اخصاء كمان هو اخطر حاجة هو حالة الاخصاء بطريقة دينية اللي هو ايه قالت الصناديق اللي مش عارف ايه نعم الناس بتنسى اللي هو انا لما بخالفك انا بطرق الدين لانه هو الدين امرني بان انا اعمل ده اللي هو الدين بقيت مش بيختلف معاك سياسيا انا عاصي وربنا هيدخلي المر عشان انا مختلف معاك فهو الناس بتنسى الناس ما نزلتش عشان بس كان فيه مشكلة اقتصادية وكان فيه واضح انه فيه مشاكل دسة جاي اكتر الناس نزلت لانهم ما حسوا ان بلاتهم بتتاخد منهم صح طب شريف انت بتديه مقتطفات صغيرة كده انا عايز اسألك سؤال بالتفصيل شوية لو كان المصريين ما نزلوش واستمر حكم الاخوان تفتكر كان هيبقى ايه الوضع دلوقتي بصوا فيه ايجابتين لو كان المصريين ما نزلوش يوم تلاتين كانوا ينزلوا يوم واحد تلاتين كانوا ينزلوا يوم تلاتة كانوا ينزلوا يوم تلاتين شهر اللي بعده كانوا ينزلوا لأنه السمرار الوضع على ما هو عليه ده شيء كان صعب جدا طيب هنفترض أنه هم كانوا مش هقولك المصريين ما نزلوش هم كانوا نجحوا في إجهاض نزول المصريين ما كانش خلي بالك وليجة ليه نزول المصريين نجح نجح لأن الجيش وقف ورانا لو ما كانش جيش وقف ورانا ما كانش النزول ده كان هينجح ولا كانت صورة يناير هتنجح ولا تابتين ما كانش ده هينجح لأنه في الآخر إرادة الناس محتاجة القوة لتدعمها فهنفترض والإفترض الثاني أنه المصريين نزلوا وما تدعموش كان إيه اللي هيحصل كان هيحصل أنه خلينا نفكر في اللي احنا عايشين فيه دلوقتي احنا بلد من كل النواحي عندنا مشاكل صح يعني من كل النواحي ومشاكل كل النواحي عندنا ديت بتقول لنا المشاكل دي لو كانت عندنا كان حصل إيه يعني في السودان تحت السودان تحت اللي هي دخلت في حربة أهلية بيموت فيها ناس أكتر من اللي بيموتوا في غزة طب إيه السبب هو كان عندهم رئيس إخواني عمل جيش موازي للجيش بتاعه بيموتوا في بعض هم كانوا بدوا يعملوا ده وكان فيه غول بيربوه وكان الغول لسه مطلعش احنا الغول ده برضو احنا بننسى احنا بننسى ان احنا فضلنا من 2013 فضلنا كم سنة في رعب قدير بسبب الأعمال الإرهابية اللي كان بتحصل سينة وبلد وقعدت شوية اه كتير ومش في سينة بس احنا كان هنا في الجيزة لما حصلت يعني احنا شفنا أيام الناس بتنسى بسرعة طب لو كان الغول ده كبر كنا احنا بأوضعينا ازاي دلوقتي بلاش ده احنا كنا في فترة فيها تصرحات عن تارية وكلامه نسحة بالسفير ومش عارفه وبتاع وبعاكد ببعت الخطاب بتاع عزيز شمون بيريس برضو الناس بتنسى لكن ده كان حقيقي هل احنا شفنا الرئيس الفلسطيني عباسة موازن ونظام الاخوان في مصر كانوا بيتكلم انه ما عندهوش مشكلة انه يكبروا غزة شوية ويديهم حتى من مصر ويبقى حلنا المشكلة اللي هو بس تاخده من عندنا لانه كان هو في الاخر في سياق هو كان عايز ياخد شرعية ومكسور عينه فعشان اخد شرعية وانا مكسور عيني وانا مكسور عيني هعمل ايه لازم ما ادي تنازلات انت مش مضطر للدد دلوقتي فلو احنا كملنا لأ احنا لو كنا كملنا طب هل كنا هنشوف مصر او هنفضل قاعدين في مصر اللي احنا عارفينها اللي انا انا وانت يكبرنا فيها هل هيكون هبقى ده شكل مصر هل كان هبقى الناس عارفين يعيشوا عياتهم بالطريقة الطبيعية إذ كان هو من اول يوم يوم ما فاز مرسي بالانتخابات يوم ما فاز مرسي بالانتخابات واحدة زميلة الصحفية كانت ماشية في وص بلد واحد مسكها الدلحة طريحة يعني كلام في ان انتوا وكل ده لانها ما كانتش محجبة مع انها لابسة لبس محتشم انه مش هنسيبك ومش هنعمل لك ده حصل كتير على فكرة نحن من يوم ما فاز طب بعد عشر سنين من فوزه كان هبقى الواضحة يس كان ما يوم ما فاز كان ده الفكرة طب بعد عشر سنين من بقى التغالغوا في مفاصل الدولة في ان هم بدأوا يدخلوا في اماكن حسيسة كان زمن البلد كلها دلوقتي بقت اخواني صح كل زمننا نحن دلوقتي محتاجين نعمل صوت الاخلية المصرية في مصر ها بزاق